تمكنت المستثمرة حكيمة بن مروش من تدسيد مشروع استثماري فريد من نوعه بمدينة برج بوري ريج مشروع قاعة للتزلج على الجليد مع مسابح موجهة خصيصا للأطفال والعائلات وأمام الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة تم افتتاح المسابح كخطوة أولى في انتظار اتمام قاعة للتزلج ومسبح مغطى للنساء التفاصيل مع عمر بوكتايا أماكن وين الترفيه للعائلات وين يخرجوا العائلات والله السباحة مع عدمة لهذا فكرنا في هذا المشروع يعني وكوني مهندسة بالتالي لازم نكون نكريه ونبخوجي ليكون مميز على باقي المستثمرين الأخرين بما أني أنا مهندسة لازم لي مشروع يكون نوعا ما مميز فكرت في صالة التزلج ومسبح على الهواء الطلق بالنسبة للعائلات سمعت بيه فرحت ابني ما تتصورش طار من الفرحة وكي دخلت لهنا وزدت لقيت المسيرات نساء حاجة اللي عجبتني دارونا حاجة يعني بغيما نحتنا علنا حني على بنا وعلى بل ولادنا بسك بخمياغما أول مشروع اللي هنا في البرج مدينة يعني برج باري ريج بيانسي غالنا للبارك تاعنا دون وازيغ بسحي يعني حاجة كيمه هادي سوغطو الماوف الصيفيتو دونك حاجة زادت لنا بزب بزب أصبحنا للمسبح قارب مسبح عائلي أحسن للعائلات والأطفال مشروع جدو هام متنزه لأطفال الولايات وخاصة لأطفال الصغار ويعتبر مشروع يعود بفائدة كبيرة لأطفال الولايات قبل أن يكون لصاحب المشروع ترجمة نانسي قنقر